أهلا بكل مشاهدين تطبيق نظام منظومة التأمين الصحي الشامل حلم يتحقق والحقيقة أنه حلمه مهم جدا لأنه هو هو يوفر الرعاية الطبية الشاملة لجميع المواطنين هنتكلم عن نظام التأمين الصحي الشامل إحنا وصلنا لحد فين أهم التحديات وإمتى نقدر أن نغطي كافة أنحاء الجمهورية النهاردة من خلال حوارنا مع الدكتور شريف كمال المستشار رئيس هيئة العامة للرعاية الصحية لإدارة الدواء وشؤون الصحياد أهلا بك معنا يا دكتور أهلا بك دكتور بداية عايزين نتكلم عن الهيئة العامة للرعاية الصحية بشكل عام كده إيه هي اختصاصات الهيئة؟ هو الحاجة المهمة لحاجة ذكرتها التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل ده بقى نظام عالمي ومنظمة الصحة العالمية حتى هدف أن بعشرين تلاتين الدول كلها لازم عندها تغطية شاملة وده ليه لأن منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية بدراسات كبيرة جدا قدرت تثبت أن في مواطنين كتير جدا بيوصلوا لحد الفقر بسبب صرفهم على الصحة بتاعتهم من جيبهم الخاص والدراسات التي كانت بتعامل في مصر أن المصرين كانوا بيصرفوا تقريبا 70% من جيبهم على الصحة فأول خطوة في اللي أنت تعمله تأمين صحي الشامل إلي أنت تعمله حوكمة للنظام الصحي واللي حصل من خمس سنين أنت تلعى قانون التأمين الصحي الشامل قدر يقسم وزارة الصحة لفصل مقدم الخدمة عن ممول الخدمة عن اللي بيرائب الجودة وبيدي الاعتمادات هذا الفصل الفصل ده مهم جدا في الحوكمة في ما ينفعش اللي بيقدم الخدمة هو اللي يقيمها هو اللي يقيمها وفي ناسة هو اللي بيدي نفسه فلوس فأصبح هناك نظام حوكمة عالمي للموضوع ده فأصبحت الهيئة العامة للرعاية الصحية هي أداة الدولة المصرية لتقديم وتقنين الخدمة الصحية والفترة اللي احنا شغالين فيها بقالنا داخلتها في خمس سنة اللي احنا بنعمله اللي احنا بنحمي المواطن في إطار صحته وبنكون منشآت صحية حكومية زاد جودة عالية واخد اعتمادات دولية تنافس المستشفات الخاصة جوه البلد وكمان أي مستشفة كمان ممكن تكون موجودة في أي حتة كاقليميا أو عالميا بنعمل كده ليه لأن احنا القانون المصري بيدي الحق للمواطن المصري أنه يختار الجهة اللي يتعالج فيها يعني حالك لما تشتركي في نظام هذا نظام التأميني الصحي الشامل طبعا حضرتك أول حاجة التحديات حالك كنت بتتكلمي عليه التحدي الأساسي الكبير جدا أن ما كانش فيه ثقة في منشآة حكومية بتقدم خدمة صحية وده كان أول تحدي لنا والحمد لله إحنا قدامنا نثبت أن المنشآت الحكومية بتطورها وتحدثها وتدريب الإصطاف واستخدام أحدث الأسليف في العلاج خلاص بقى المواطن واثق فنجحت في أول محافظة اللي هي بورسعيد إحنا بنتكلم في عدد المحافظات اللي بتشملها المرحلة لما نجح الموضوع في بورسعيد والناس وثقت على فكرة النظام بتاعنا يتدي بالواحدة الصحية ومركز تب الأسرة ثم المستشفى وده كان تحدي تاني إن المصريين لما كانوا يتعبوا يجي لهم مغس يروح تورق المستشفى طبعا ده بيعمل تكلفة رهيبة على الرئاسة الصحية في العالم وزحام وياخد مكان اللي محتاج فعلا فتبقى مشكلة كبيرة فإحنا نظمنا ابتدأ من الواحدة الصحية كل عدد مواطنين مربوط على واحدة صحية أو مركز تب الأسرة المواطن بيروح له بياخد خدمات كتيرة جدا نوع الخدمات اللي بتتقدم إيه؟ نوع الخدمات اللي بتقدم هي كل الخدمات اللي حضرتك ممكن تفكري فيها من أول إنه يشيل يعني يعمل لك حاجة في سنة حضرتك لغاية ما يركب مفصل أو يعمل قلب مفتوح أو يركب دعامة أو يستخدم روبوت في عملية إجرحية إحنا عندنا يعني فوق 30% من عملياتنا عملياتنا تطورة جدا في تافي وفي عملية جرحية كبيرة جدا عندنا قلب مفتوح إنها حتى تانية عندنا كل العلاجات وكل التخصص لحيك ممكن تنتخيلها حتى العلاجات الغالية سواء بنتكلم على الكيماوي أو البيولوجي كل دي أدوية غالية جدا في المواطن المصري أي علاج أو أي خطة علاجية هيحتاجها مدام هي ذات أدلة علمية ومناسبة للمرض بيأخذها في منظومة بقى لي صرف الأدوية المزمنة في ست محافظات طبعا طبعا من الحاجات المهمة جدا اللي إحنا الوحدات الصحية ومراكزة بالأسرة دي جنب الناس طبعا فإحنا بنعتمد عليها في منظومة العلاج المزمن المواطن بيروح أصلا لما هاك تروح الوحدة طبعا هاك أنا أدعو كلكم تزوروا الوحدات بتاعتنا شوفي الوحدة اللي في الجبل وشوفي الوحدة اللي في الوادي تال وشوفي الوحدة تطورت تطورت إزاي مش كمبنة بس مش بس كأجهزة لكن كمان على كخريطة لسير المريض جوه للمنشأة الصحية وطريق التلقي للعلاج وكمان هو الحاجة بقى الأساسية بقى اللي إحنا اشتغلنا عليها إيه إن كلنا بالروح الصبح نشتغل عشان رضا المنتفعين احنا مش نسمينه مريض نسمينه منتفع فحارتك العلاج المزمن ده مهم جدا أنه نحن نبقى قريبين من الناس وعندنا الصادلة بيقوموا بدور قوي جدا في الحتة دي مع حاجة اسمها رضا المنتفعين عندنا إدارة كبيرة جدا اسمها رضا المنتفعين وإدارة قوية اسمها سيدالة دي وإدارة الدواء وشؤون سيدالة دي المريض لما يجي يصرف هو بيتشاف التحليل بتاعته بيتعمله تسقيف بيتشاف مدى كمان هو الدواء اللي هو بيأخده ده مثلا لو ده مزمن بتاع سكر هل وصل للتارجت أو الهدف اللي احنا خدناه علشانه طب إيه أخبار الأعراض الجانبية وعندنا نظام قوي جدا للريبورتينج والياقص الدوائي إيه هو بقى برنامج الياقص الدوائي مهم جدا الحرك ان بعد ما حصل الدراسات الكلينيكية لأي دواء بيحصل له تسويق لما يتسوق لازم يبقى فيه الصيادلة شغلتهم من أهم شغلتهم ان هو يشوف هل الدو ده بيجيب النتيجة المرجوة منه وهل الأعراض الجانبية هي اللي موجودة في المنشور اللي موجودة في المنشور ودواتي المنشور كمان احنا طورناه ان حركة هيبقى بار كود وحركة هتعماليليو سكان ممكن حد يكلمك كمان فهل هو كاتب 5% عراج جانبية معاناة احنا بنقيس هل وسط 5% ولا اكتر من 5% اي حاجة كده احنا عندنا تنصيق قوي جدا مع هيئة الدواء في موضوع اليقظة الدوائية وبنبعط لها على طول تقارير واحنا هيئة الرعاية الصحية من اكتر المؤسسات الصحية في مصر اللي بتعمل تقارير عن اليقظة الدوائية لهيئة الدواء وكمان احنا التانية كمان بنتكلم مع الهيئات الأخرى غير بقى هيئة العام الرعاية الصحية وتمويل والأكريتيشن او الرقابة عندنا هيئتين تانيين برضو قانون عملهم هي هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد احنا بنشتغل يوميا مع كل الهيئات دي لان احنا في الاخر عايزين نقدم منظومة صحية متكاملة المريض اول ما يدخل عندنا المنشأة بيبقى فيه اكيد قاعدة بيانات قاعدة بيانات بقى الكل مريض معروف تاريخه المرضي معروف ايه الدواء اللي هو محتاجه اذا كان كل اللي احنا عملناه خلال خمس سنين دول انجاز حقيقي وغير مسبوق في الرعاية الصحية في مصر وده حقيقي يعني انا عايز الناس كلها في مصر تيجي تشوف ايه الانجاز اللي حصل في سطح المحافظات دي ده انجاز غير مسبوق في الصحة في مصر بس لو في حاجة حصلت بقى تفوق كل ده اللي احنا عندنا دلوقتي ستة مليون قريبين من ستة مليون منتفع الستة مليون منتفع كلهم ملفاتهم موجودة مميكانة وده مهم جدا يعني انا حريكو انا قاعد في القاهرة في المركز الرئيسي في العاصمة الإدارية دلوقتي بيشوف العيان دخل امتى في شرم في واحدة في ودي تال في جنوب سينة والعنده لما دخل مين شافه وايه الدواء اللي تصرف له والدواء اللي تصرف له كمية صحة او لا وبعد كده العيان بقى كان تشخيصه ايه تحليله ايه لما خد الدواء تحليله حصل فيها ايه كل ده بنشوفه ففي عندنا ميكانة قوية جدا وعشان جدا احنا خارطة الطريق بتاعتنا واضحة جدا احنا بنبتدي عندنا مجلس الشاري قوي جدا بنعمل بورتوكولات علاجية خطط علاجية يعني خطط علاجية تأدلة علمية بنبتدي ننزل بيها نعمل تسقيف وملأمة دوائية وتقييم دوائي وفي الاخر عندنا حاجة مهمة جدا مع الياخصة الدوائية وحدة تقييم الدواء دي بتدينا بيانات عن مدى فعالية الدواء ومأمنيته في أدوية معاناة أو أمراض معاناة فأصبح عندنا دي حاجة كانت مصر يعني محتاجة من زمان فأصبح عندنا دي قدرة قوية جدا على إنشاء مكاتب قومية للأمراض والمرضى والأدوية ايه أكتر الأمراض اللي منتشرة في مصر؟ هو طبعا احنا يعني الحاجة اللي حصلت وفرقت معانا بقوة في الصحة هي مئة مليون صحة مع مئة مليون صحة احنا قدرنا نشوف إذا نكتشف احنا عندنا 15% أو فوق كده سكر وعندنا أمراض قلب حضرتك لو حبيت تقيسي تشوفي يعني الصحة في الدولة فتشوفي متوسط عمر المواطنين فيها حارك أنا عايزك طبعا يعني مشقول أرقام دلوقتي طبعا بس حارك شوفي تطور متوسط عمر المصريين اتطور لأن التسقيف مهم جدا ممكن يتدنب الأعراض حتى لو عنده جينات الحاجة التانية هما المصريين ايه ايه الوفيات بتتم عن طريق ايه فحاجة احنا وفياتنا نفس احاسة وفياتنا بتاعة أوروبا والدول متقدمة قلب ضغط حوادث سرطان هل الناس عندها الوعي الكامل انه فكرة التسقيف انه هما يأخروا الأعراض حتى لو عندهم الجينات الخاصة بالأمراض؟ فالجزء التاني بقى اللي حصل بقى جزء مهم جدا هيا العام الرئاسي حياة فيها إدارة كاملة اسمها التوعية والمبادرات فاحنا بشتغل مع المبادرات الرئاسية في إطار المحافظات بتاعتنا واحنا كنا لسه عادين اجتماع قبل مجل حضرتك هنا احنا مثلا تعرفي مثلا المرض السكر ده في خطورة منه ان يجي قلب ويجي كليا فاحنا مش هنستنى لغاية ما مريض يجي له كليا مرض في الكليا او مرض في القلب فاحنا بنشتغل مع مريض السكر من دلوقتي انه ما يجي ليش الأمراض دي واحنا كمان بنحسب هو قد ايه قدرنا نوقف ونوقف ده عمل ايه مش بس في الموارد المالية ولكن كمان في حاجة مهمة جدا مصر داخلت بها في قوة بعد كوب 27 وعلى فكرة مصر من الدول الرائدة في المجال ده في الصحة احنا اول مستشفى حكومي تحصل الاعتماد الدولي كانت شرم الشيخ ثم اول مجمع هو مجمع اسمها عليه واول منشأة خضراء صحية في مصر كانت شرم الشيخ وبعدها عملنا مبادرة للسيدات الخضراء في خمسين مستشفى وكان فيها اكتر عشاء مستشفى وهم مستشفى الهيئة وسيدي بنعمل ويف تو فنحنا بنعلم الناس اكتر يعني ايه الجريم فارماسي او الاستدامة مش المالية في الاستدامة البيئية ولما هكتبصي بقى في الاستدامة البيئية او في مشاريع الجرين او الاستدامة البيئية هتلاقي ان جزء منها بيرتبط بالطاقة ازاي حركة تقدر يتوفر الطاقة ازاي التكيف يبقى له درجة معينة ازاي يبقى فيه الطاقة مستحدثة ازاي عندنا اشعة شمس يبقى عندنا احنا كمان في الديزاين جديد لمستشفياتها بنحاول نبني مستشفيات موفرة للطاقة وفي نفس الوقت كمان ممكن تولد الطاقة لنفسها ده جزء جزء التاني طب اخبار ان يفئات الطبية والادوية الخطرة طب الجزء بقى ده جزء مهم قوي فيه حضرتك هتفاجئ ان في المعايير دي للاستدامة البيئية قال استخدام الدواء الامسل والرشيد والموضوع اكبر من المستشفى طب حالك لما تجيبي مثلا دواء انت عايزة دواء خمس ايام ليه تصريفي شريط عشر تقراص هنديكي خمس تقراص فيه ناس بعد الناس بتتخوف من فكرة يعني انه انه الدواء ما يباش موجود يمكن ده كان السبب بوسي فاندم لا طبعا هو طبعا الفترة دي فيه أدوية نقصة واحنا شغالين بقوة يعني هيئة الدواء والشراء الموحد واحنا والتنسيق مع شركات الأدوية الوطنية المصرية بنشتغل بقوة جدا نطمئن يعني انه الفترة جاية الحمد لله احنا فيه يعني احنا دايما بنمر في الحمد لله فيه مفراجة قوية جدا حصلت جدا حصلت اخر الشهر اللي فاته اول الشهر وان شاء الله ده شيء مباشر خلينا نشوف هذا الفاصل ونرجع معاكم مرة تانية رجعنا معاكم مرة تانية دكتور شريف طبعا عايزين نتكلم عن حجم الانفاق في المرحلة الاولى في ست المحافظات لان ده يخلينا نتكلم على اهمية طبعا الاستدامة المالية انه بالتأكيد المراحل الجاية هيبقى بقى المحافظات ذات الكسفة السكانية العليا طبعا هو مهم جدا الاستدامة المالية وهنا الاستدامة المالية احنا عندنا بنعملها بحاجتين اول حاجة حاجة لها علاقة بالطب والحاجة التانية لها علاقة بالاستدامة المالية الى اللي لها علاقة بالطب والصيدالة اللي احنا بنعمل استخدام امثل ورشيد لموارد الهيئة وفي كل واحد في شغلنا كل يوم احنا موارد الهيئة المالية والموارد البشرية والأدوية وكل الإجراءات بتحصل بحوكمة كبيرة جدا الاسدامة المالية برضو مرتبطة بتطبيق لخطط على جهازة قدلة علمية ومتابعة دورية بس في نفس الوقت كمان يعني احنا يعني خبر حلو يبسطك يعني اخر مجلس ادارة طور احمد السبكي قال ان وضح طبعا احنا الهيئة العامة الرئيس صحية هدفها انها تبقى هيئة ما تاخدش اي فلوس من الدولة هيئة كل مواردها ازاتي احنا الحمد لله وصلنا دلوقتي احنا نغطي 50% من تكلفنا الحمد لله ده طبعا سابق لكل حاجة وان شاء الله في المستقبل القريب نقدر نعمل كده احنا بنعمل كده بحق كتير جدا احنا بنشتغل بجودة عليه ودي مهمة جدا اه اه يعني التأمين الصحيح الشامل وغدية اعتمدات دولية اه طبعا وفيه مشاركات مع القطاع الخاص طبعا طبعا هو حضرتك المنظومة الصحية على التأمين الصحي الشامل تعتمد على اربع اعمدة نمراحة تغطية الصحية الشاملة ودي هقولك ايه الفرق فينا وبقانين توزيع العادل والمتوازي على كل يعني اللي قاعد تحت في حلاب وشلاتين بياخد نفس الخدمة بنفس الجودة زي اللي موجود في القاهرة طيب الجودة دي معناها ان نعمل الحاجة صحة من اول مرة وكل مرة وان ده اصبحت كل واحد جوه المنشأة من الامن الوافع الباب والنظافة واللي بيجيب الاكل والصيدالي والطبيب والممرضة كلهم شغلتهم الشاملة الجودة ان هم هيقدموا الجودة بس مرضو فيه نقطة مهمة الكوادر الطبية والتمريد والفنيين انا سمع انه فيه عدد كبير منهم بيهاجر فهل كان فيه نقص الاعداد دي كانت تحدي بيوجود وطبعا احنا كهيئة عامر عس مش هنبعد كتير عن مشاكل مصر لكن احنا بنبذل مجهود قوي جدا اللي احنا كمنظومة صحية هدفها او هي مستقبل صحة مصر اللي احنا نحافظ على الكنز الحقيقي ده حقيقي يعني الكنز الحقيقي في المنظومة وحالك لو رحتي اي دولة احنا مستوى الطبيب عندنا مستوى عالي جدا حالك لو رحتي اي دولة لسه كان حد اول امبرح ولا يبي يكلمنا بيقول انا جاي مصر ليه لان مصر فيها الطبيب والصيدالي والممرضة والرجل بتاع المعمل اشتر ناس صحيح صحيح فاحنا يعني عندنا كنز حقيقي والنطر دستفيد بعد كده بالسيحة العلاجية طبعا وده السيحة العلاجية احنا في الهاية العامة رعاية الصحية للمحافظات بتاعتنا في المرحلة الاولى طبعا احنا عندنا لقصر واسوان عندنا جنوب سيناء فبورسعيت كمان بيجي لها مراكب وكده فالحنا عندنا نرعاكا في مصر ده مسجلة للسيحة العلاجية وعايز برده اقول لك اللي احنا الدخل الرقم الرقم اللي احنا خقامي الدخل يا فندم خلال السنة اللي فاتت من العملة الصعبة من السيحة العلاجية زيت ستمية في المية عندنا فلاق العامة الرعاية الصحية احنا بنركز في القوة في ده دخلين كمان في اعتمادات دولية للسيحة العلاجية بنشتغل على هو ليه احنا ساعينا طبعا احنا في مصر رازل ناخد اعتماد الجهار الوطني عشان يقدر ناخد فلوسنا من التأمين الصحي الشامل لكن احنا ليه بنسعى الى اللي احنا نعمل اعتماد دولي مجيس اي ونجحنا الحمد لله ده ده انجاز لوحده يعني ان مستشفى حكومية تحصل على زي شرم الشيخ في جنوب سينا بس ان مجمع كبير بحجم مجمع اسماعيلية في كل التعقيدات دي وفي كل الاستفضل حاجة يريد تشرفينا ونشوفي الفرق والانجاز اللي الناس دي عاملينه في اسماعيلية يحصل على جيس اي دي كانت تحدي قوي جدا وانجاز غير مزوغ بس عشان نقول العالم كله مدام خدت الشهادة الاعتماد الدولي ده ده الجودة معنى كده ان الجودة رحيك بتقدميها داخل المنشأة دي تضاهي الخمسطين الف مستشفى اللي هو معتمدها في العالم ودي شهادة كبيرة جدا لازم كلنا كمصيرين نفتخر بيها لكن المسئولية بقى علينا ايه ان احنا نستمر على الجودة وعشان نستمر على الجودة احنا مطالبين دائما بنعمل مشاريع تحسين اداء حالك اتكلمتي على الفريق الصحي الفريق الطبي سمناه فريق صحي اللي هو طبيب وصدالي ممرضة احنا عندنا نظام موارد بشرية وتقييم اداء قوي جدا احنا عندنا مؤشرات اداء بنحسل فيها كمان رضا المنتفع يعني حالك كل واحد فينا مرتب اخر الشهر مرتبط هو الناس اللي شغال عشان خطرهم اللي هم المنتفعين دول الناس الموطنين ستة مليون واحد قالوا ايه ايه مشاكلهم هلا مشاكل حلتها نموذج الكتروني بنقدر نحسب بيه جودة المنشئة دي ايه فكل شهر فيه جودة نسبة تطلع مرتبط مرتبط حاجة بحاجة اسمها هدف مالي يعني هدف مالي انت بتصرف ايه بتبقى احسن جودة بالتكلفة المناسبة مع الحفاظ على موارد الدولة اللي احنا فيها دي خلينا نتوقف مع هذا الفاصل ونرجع معكم مرة تاني طيب دلواسي بالنسبة لنظام التأمين الصحي الشامل في ست محافظات اللي يعني بيشملها التأمين كل الناس مقدمة حتى الناس اللي خارج نطاق او تشغل في المجال غير رسمي طبعا مهو ده الميزة بقى في القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل ميزة القانون الصحي الشامل الجديد ان الاشتراك اجباري على كل المصريين على فكرة اختياري على اي مصري بيسكن في الخارج ممكن اشترك وفي الخارج بس اجباري على كل المواطنين الحاجة التانية الميزة التانية ان وحدة الاشتراك مش الشخص الاسرة فاصبحت الاسرة كلها مغطرة هو بيتخسم لو الموظف بيشتغل طبعا فيتخسم منه طبعا طيب الغير قادرين الغير قادرين الدولة اللي هتدفع له 8 الاشتراك اه الدولة هي اللي بتدفع 8 الاشتراك غير قادر ده الدولة هي اللي تتحمل تكلفة اشتراكه وبيبقى معاك كارت كده زي الفيزا بيدخل بيه بياخد العلاج زي اي حد اه حارتك عملية جراحية ممكن توصل ل2-3 مليون جنيه بيدفع 400 جنيه بس ده طبعا يعني ده حلم بيتحقق طب امتى يا دكتور نقدر نقول انه نظام التأمين الصحي الشامل يقدر يغطي كل محافظات الجمهورية هو طبعا مخطط له انه هو ان شاء الله 20-30 20-32 ده يدخل القاهرة كآخر محطة لانه طبعا الكسافة السكانية العالية طبعا هو أنا بالنسبة لي طبعا الكسافة السكانية مش هي المشكلة الكبيرة لان القاهرة فيها بنية تحتها قوية جدا للرعاة الصحية فده هيبقى اسهل جتل جدا اعتقد القطاع الخص كله هيبقى يعني مظلت تحت مظلت نظام التأمين الصحي الشامل طبعا ولذلك هي ليه احنا دقي بنشتغل بقوة جدا بنشتغل بقوة عشان الدولة المصرية هيبقى عندها منشآت صحية تقدم خدمات صحية بنفس جودة بل احسن من اي مستشفى خاص عشان ندخل في تنافس وفي الاخر المواطن هيختار ولا انا عايز ادخل مستشفى فلانية او ادخل مستشفى دي هو اللي يختار بناء على الجودة حالك دلوقتي على فكرة ممكن تدخلي على الفيسبوك او تدخلي على الصفحة بتاعت الجهار هو ناشر اصلا بمنتهى الشفافية درجة رضا المنتفعين وتجربة المريض في كل منشآتنا في كل المنشآتنا احنا طبعا بنتمنى ده حلم فعلا ان هو يغطي كل الجمهورية اللي انا بقوله ده كله ده حالك حاجات بتحصل فعليا فحالك ممكن تدخلي في لقى 300 منشآتنا جهة اخرى اسمها الجهار اللي هي بتريبورت لرئيس الوزراء والرئيس الجمهورية هي اللي عاملة حاجة اسمها تجربة المريض ودي درجة اعلى كمان من رضا المنتفعين تجربة المريض او المنتفع داخل المنشآتنا صحي دكتور احنا محتاجين اكتر من حلقة والحقيقة يمكن كمان نصور احنا كبرنامج داخل المنشآت الصحية الخاصة بنظام التأمين الصحي لانه ده فعلا حلم بيتحق وحق دستوري انه المواطن يقدر انه هو يتعالج وخاصة الغير قدري طبعا واهم حاجة بس انا عايز الناس كلها وحضراتكم كأعلام وطني احنا عملنا انجاز غير مسبوك لكن ضروري الفترة دي كمان المصرين عندهم على فكرة انجازات قوية جدا احنا منها اللي احنا بنكلام على النهاردة احنا عايزين كلنا نحافظ على النجاح ده وندفع عنه وننزل نشوفه ونحافظ على منشآتنا نحافظ على منشآتنا نغير من بعض الثقافات اللي عندنا اللي ممكن تؤدي الى يعني رعاية او حاجات معاناة في الصحة بتاعتنا احنا كل ده شغالين عشان نشتغل لصحة احسن مستقبل صحة مصر ان شاء الله افضل وهتشوفه انجاز قوي جدا لمصر في الصحة ان شاء الله استاذ دكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة العام للرعاية الصحية لإدارة الدواء وشؤون السياد لنا بشكرك جدا شكرا جدا لحديثك بشكر كل استاذ المجاهدين والى اللقاء